السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة كنتمينة ان شاء الله تكونوا كلكم بخير الوصفة ديوما ان شاء الله خفيفة ضريفة وفكرة سريعة سهلة اقتصادية للمساء او للعشاء فنحضروا ان شاء الله قطع ديك الرومي بواحد الصلصة اللي كنت وتمعها بواحد الشكل هائل نقدمه هكذا بوحد يتم او نرفقهم بعض الخضروات طازجة او اي سلطة بغيناك يبقى طبق كامل مكمول نقدمه العشاء لولدتنا وفي نفس الوقت يكون سريع يعني ما ياخد شي مننا شي وقت لي هو طويل فغادي نحتاجوا القطع ديك الرومي وكن اعتذر منكم اول حاجة لانني غادي نعطيكم المقادير مباشرة انا كنوضعهم وانا كنقولهم لان ما كنت شي محضرة مقبل انني غادي ننزل هاد الوصفة هادي فمهم هكذا كنحضر لعشاء الولدت وجدتني فكرة انني نتقسم معكم هاد الطابق هادا فغا تلقاوا المقادير مكتوبة لتحت في صندوق الوصف نحتاجوا القطع ديك الرومي لمغسول المزيان مصفين ومقطعين بهذا الشكل هادا يعني طوالين شوية او صغارين كيفاش ما بغيتو هنا عندي تقريبا نصف كيلو نحتاج معهم جوج معلق طعام زيت الزيتون وجوج معلق طعام زيت نباتية نحتاجوا نصف ملعقة صغيرة الملح ونصف ملعقة صغيرة الفلفول الاسود نحتاج نصف ملعقة صغيرة ايضا سكينجبر ممكن نزيدو شوية يعني كتر من نصف ملعقة وغا نحتاجوا نصف ملعقة صغيرة دي الخرقم هاد شي كلو فوق نار اللي هي مهيلة بزاف لان الطبق ما غنضيفو له لما لحت حاجة يعني غا يطيب وغا يتشحر في المرق ديالو وحنا كنحركو دائما احنا كنضيفو المقادير وحنا كنحركوه باش ما يلسقونا شي قطع ديك الرومي في المقلاه هكدا ويتشحروا لبغا نضيفو ثلاثة الفوصوص دي التومى اللي هوا مكبارين محكوكين إلا كانوا صغرين فانضيفو اربعة احسن وغا نضيفو ثلاثة معالاق او اربع معالاق طعام تسلسة الصوجة يعني وخنك ترو ما مكيدرشي بالعكس هاد التاسبيل هادي كتواتا مع هاد مع قطع الدجاج او قطع ديك الرومي كتواتا معهم بشكل هائل وغا نضيف ملعقة صغيرة اللي تكون عامرا مزيان بلا موتغد ممكن تضيفو حتى ملعقة كبيرة يعني كل ما ضيفنا كتر كل ما كيجي احسن كي لا موتغد صراحة كتواتا بزاف بزاف و هاد طبق هدا يعني هاد السلسة هادي موتية معه بواحد الشكل ولا قلد ان شاء الله هتجربوه وينا الاعجاب ديلكم اذا سفي غا نستمر هكدا انا كننحرك انا كنشحروه وانا بقا كنضيف المقادير اللي عندي او في المكونات هكدا باش كتشحرت وما او كيتشحروه حتى قطع الدجاج الرومي ده بغا نضيف رسم علقة يعني ولو غير ربع معلقة صغيرة الفلفل الاحمر غير شوية غير القليل باش كي عطيني واحد اللون ليه هو جميل ما يجيشي الطبق اللون ديالو باهت يعني كنعارفو هكدا وانا كنشحر كيف كتشوفو اللون ديالو تبدل والعسرة صغيرة دليمون حامد هكدا وانا كنشحر كيف كتشوفو اللون ديالو تبدل والعسرة صغيرة دليمون فقط هكدا واحد ثلاثة خمسة دلق طيراز دليمون وصفي طبق خفيف ضريف جدا 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 يعني ما غير ياخد شي منه اكتر من عشرة دقيق وفي نفس الوقت سلديد وسحين رفقو هكدا بالخضروات كيف قولنا فصفي ده بغا نضيف شوية ويضاد القصبور ومعدنس يعني غير شوية هكدا باش يعطينا اللون اذا ما بغيتو شي مضيف واش ممكن تكسافيو هكدا فقط يعني باش يعطينا يعني باش يجي واحد شوية شوية للالوان هكدا في الطبق مايجيشي باهت مايجيشي قطع بوحديتهم هكدا كيجي الطبق شوية سوف يستمر هكدا ماشي كاملاش خمسة دقايق ونطفي كون قطع الديكرومي سوف يدخلهم طياب وتشحرهم على مقادير هكدا فنخليو حتى يتشرب هاد الماراق هادا كامل اذا كنتو كتبغيو الماراق فممكن تخليو شوية في هادا شوية هاد الماراق يعني ما تخليوه شي ينشف مارا يعني تخليوها بهذا الشكل هادا وتطفيو عليه سافي انا وصلنا عليها شوية واحد جوش دقايق ونطفي سافي كيف كتشوفوا معا يتشرب الماراق هاد ينطفيه ونقدموه بالصحة والعافية نوضعوه في طبق تقديم ولي كيبغي الحر فممكن في الوقت اللي نكونو كنشحروه او نطيبوه نضيفوه القليل داد الحر فانا ما غنضيفش الحر باش ياكلوه لدتي فقد تطفيه هكذا غادي نكتفيه هكذا نوضعوه في طبق تقديم وبعد ننزل واحد ننزي وداد الحر اللي بغاها فغادي ياكله وهدا هو الشكل نهائي ديال نقدموه بالصحة والعافية ممكن نكتفيو به بهذا الشكل هادا كيف ما قلت وممكن نرفقوه بأي خضروات عندنا ولو غي خيار وطماطم فقط فان شاء الله كنتمنى الوصفة اليومات تنال اعجاب ديالكم ما تنسوش جامل الفيديو وتشتركوا في القناة اذا كنتو كتزوروها الاول مرة وبغيث طلب منكم اذا كان ممكن تمشيوا تزورو قناة الاخت نادية قناة نيويورك قناة نادية نيويورك تشانيل الله يخليكم فممكن تدعموها السيدة هدي تشجعوها يعني باشتراكاتكم بمشاهدتكم بالفيديوهات دياله هي قناة فعلا كتستحق مننا كل التشجيع فكيبقى هذا طلب من الاخوات الكريمات فكنتمنى ان شاء الله الطبقة اليومي نال اعجاب ديالكم وانا هنا كنقولكم كيف ديما بصحة ورحة وإلى اللقاء فيديو آخر ان شاء الله